بالنسبة للموضوع أن ألمانيا أرض الأحلام أو كابوس يعني سؤال طبعاً سؤال متطرف لأنه بيجيب لي يعني الناحيتين بس هو أكيد في حتة في النص وألمانيا فعلاً هي في النص يعني ألمانيا طبعاً مش أرض أحلام لأنه أرض الأحلام دائماً بالنسبة للشاب العربي هي أمريكا والجينز والكاوبوي والحاجات دي ده مش موجود في أوروبا أوروبا على فكرة مجهدة وصعبة ولازم تثبت نفسك وتوسق وتمشي درجة درجة مفاش خبطات زي الأرض الأحلام الأمريكية ده نقطة هل هي كابوس؟ لا طبعاً بالتأكيد مش كابوس يعني أي دولة أوروبية هي أفضل من العالم العربي كله في الحريات وفي الفرص وفي العمل وفي التدريب المتاح لأي شخص عاوز يدخل في سوق العمل الشباب العربي بيهاجر مدفوع بالأساس بعوامل دفعة مش عوامل جذب عوامل طرد هي اللي بتخليه يهاجر من البلاد العربية لأوروبا وألمانيا أو لأي بلد آخر مسألة إنه في حاجة بتشده هناك؟ لا يعني إنه التعليم أحسن حياة أحسن؟ آه أكيد التعليم أحسن حياة أحسن لكن هو مش راح عشان يحظى بتعليم أحسن شوية أو بحياة أحسن شوية هو رايح لأنه مش لقي شغل في بلده لو تكلمت عن تأثير الإيجابي أوجدوا عمالة رخيصة مدربة خلي بالك إحنا لو أنت بتتكلم بالذات عن السوريين السوريين معظمهم عمالة ماهرة بين الناس دي ممكن يكون فيه ناس عندها أفكار متطرفة ممكن يأثروا على الثقافة الألمانية المنفتحة جدا اللي يعني ملهاش حدود في الانفتاح بتاعها اللي بتتجاوب مع ثقافة التانية ده ممكن يكون طبعا يعني يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد اللي بعض المهاجرين السوريين خدوها معهم بالتأكيد لكن السؤال هنا هل الزيادة بتاعتنا تمشي تركب مع النقص بتاعهم؟ للأسف أقولك لا، ليه؟ لأنه ألمانيا دايما بتفتح باب الهجرة لكن بتفتح باب الهجرة لناس محددة لكفاءات معينة هي الترس اللي عاوزها عشان يركب في مكينة العمل وفي مكينة المجتمع الألماني مش نفس المقاس بتاع الترس بتاعنا من وجهة ناظر الشخصية أنه الهجرة في مجملها خير يعني الهجرة حاجة كويسة لأنه من خلال الهجرة دي انتقلت الثقافات والديانات يعني حتى التكنولوجيا انتقلت من خلال الهجرة استفادت الدول اللي استقبلت مهاجرين بالكفاءات بتاعة المهاجرين دول يعني ألمانيا لازم تفتكر أنه حتى ألبرت أينشتاين نفسه كان مهاجر لأمريكا يعني ما عادش في ألمانيا اللي هي بلده موسيقى